الحياة المسيحية ما هياش نعمة رخيصة لا هي حرب وجهاد ضد أجناد الشر الروحية في السمويات ضد الظلمة ضد عدو قوية لئيم شرس الشيطان إبليس اللعين طبعا غرض يسوع المسيح هو أن يهيئ تلاميذ حقيقيين وليس حشد الجموع طبعا تعليم يسوع المسيح فريد ومتميز يعني إذا ما تكلمنا عن الصلب كان كل العالم اليوم ممكن يكون مسيحي بس الأغرب أنه حتى اللي كان بيتبعوا ليسوع عم بيعطيهم الفرصة أن يتركوه سمعت أي قائد أو انتخابات أو نبي بيطلب من الناس تتركه حتى اللي بيترك ممكن يقتل ولكن مش مع يسوع المسيح قرأت هيك فكرة يعني كتير كتير حلوة أنه الرب يسوع كان يدعو للتكريس الكامل والتسليم الكامل والطاعة من كل القلب والخضوع من كل الإرادة والتخلي عن كل ما هو معطل هؤلاء هم تلاميذ المسيح تلاميذ المسيح إذا بتدرس الإنجيل لم يحتفظوا بأي أموال بل على النقيد تركوا كل شيء بتدرس وأخوه يحنى وأخوه تركوا السفينة والسمك تركوا العمل وتابعوا يسوع المسيح متى العشار جابي الضرائب ترك الوظيفة بتاعته وكل غناء وتابع يسوع المسيح والتلاميذ الأوائل إذا بتقرأ في سفر أعمال رسل باعوا ممتلكاتهم باعوا كل شيء وحطوها عند أرجل التلاميذ واحد من التلاميذ المشهورين اسمه برنابة باع الحقل وباع كل شيء حتى يتبع الرب يسوع المسيح وكأنهم يرنمون ترنيمة يسوع أنت كنزي العظيم أنت كنزي الوحيد قال الرسول بطرس ليسوع ها نحن بصيغة الجمع يعني كل التلاميذ تركنا كل شيء وتابعناك فإذا الرب يسوع وعد مش بس أنه يباركه ولكن الحياة الأبدية فالمسيح يطالبنا أن تحب الرب من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك طبعا تحب قريبك كنفسك أحبائي تابع المسيح يبغد كل ما هو معطل حتى نفسك وهنا بطالبنا القطع قطع كل جسور كل روابط الماضي اللي بتعطلنا التبعية تبعية المسيح هي مكلفة تذكر لما بجاوب المسيح التلاميذ اللي قرأنا عنهم تلميذ المسيح هو كاهن ونذير طبعا دع الموتى يعني عادة في التقليد اليهودي لا يقدر أن يقترب إلى الميت لكن فكم بالحرق الأحياء في العهد الجديد في واحد جرب كمان يتبع يسوع الشاب الغني ولكن مكتوب عنه مضى حزينا فضل غناء عن المسيح المسيح المذخر فيه جميع كنوز والحكمة والعلم أحبائي أيضا قرأت شيء جميل للتبعية ثمن وللطاعة مجازاة وللمحبة تعويض وللأمانة إكليل الرب ما بنسى أي حد في إنجيل يحنى إصحاح 6 آية 66 مكتوب من هذا الوقت رجع كثيرون من تلميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه وبعدين يعني خيرهم يسوع ففعلا قالوا هذا التعليم صعب نعم لم يعد المسيح طريق مفروش بالورود ولا بالإغراءات المادية ولا بالأموال ولا بالنساء ما وعد به المسيح هو تستغرب في العالم سيكون لكم ضيق وقال أيضا عن تلميذه أنكم عن تلميذه سيكونون مبغضين من الجميع يعني عم بقول لأتباعه إذا كتتبعني رح تكون مبغض ورح يكون إليك ضيق ورح يكون في اضطهاد ضدك طوبى لكم إذا عيروكم وتردوكم وقالوا عليكم كل كلمة من أجل كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات قال يسوع إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم قال يسوع اتنبأ سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من سيقتلكم أنه يقدم خدمة لله لقد واجه المسيح الاضطهاد من القادة الدينيين كذلك التلاميذ أيضا مكتوب وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالطقوة في المسيح يسوع يضطهدون في آيات كثيرة اللي بتتكلم عن الاضطهاد لا يسعني الوقت إذا بتقرأ في عبرانيين صحاح دعش أبطال الإيمان عذبوا جربوا نشروا كل أنواع العذبات كانوا بينتظروا الموعد كانوا بينتظروا المكافأة كانوا بينتظروا يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة